قرارات جديدة تزيد الطين بلة في طريق المواطنين تأخذها الحكومة لمواجهة الميليشيا الحوثية سياسيا لكن دون إيجاد بدائل وحلول جذرية لعواقبها وانعكاساتها على المواطنين كان آخر هذه القرارات منع التعامل مع أي وثائق حكومية صادرة عن مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي يأتي هذا القرار بعد آخر قضى بمنع التعامل مع جوازات السفر التي يصدرها الانقلابيون وإلغاء كافة خدمات الهجرة والجوازات في مناطق سيطرتهم التعامل جاء بناء على توجيهة نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد الميسري وقد وجهته رئاسة مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية إلى مدراء عموم الفروع في المحافظات المحررة وجميع مدراء عموم المنافذ البرية والبحرية والجوية في البلاد رئاسة المصلحة أكدت في هذا التعميم بطلان كل ما يصدر على الانقلابيين من تأشيرات الدخول للأجانب والإقامات بكافة أنواعها وبطائق اللجوء وشهادات الجنسية وموافقة الزواج بالإضافة إلى جوازات السفر ودعت رئاسة المصلحة كافة المواطنين والمقيمين في كافة محافظات الجمهورية إلى التعامل مع المصلحة التابعة للحكومة الشرعية في العاصمة المؤقتة عدن وبقية فروعها في المناطق المحررة قرارات تتخذها الحكومة بشكل مستمر دون الأخذ في عين الاعتبار حالة المواطنين وظروف الحرب التي تقف عائقا أمامهم للوصول إلى الدوائر الحكومية الواقعة في مناطق سيطرتها ابتداء من التكلفة المالية للسفر إلى هذه المناطق وانتهاء بالتحديات التي واجهها في طريق السفر في نقاط التفتيش الممتدة على طول الطرقات نهيك عن أن الحكومة نفسها لم توفر البدائل حتى الآن منذ تعزيز تواجدها في هذه المناطق إذ ما زالت مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية عاجزة عن طباعة الجوازات بسبب عداب توفر الدفاتر